اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أحبتي في الله نقرأ في كتاب الإيمان من صحيح البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أنتم والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه الآية الإمام البخاري ساقها في باب الإيمان لماذا؟ وغيرها إقام الصلاة ويتهزكا والمفون بعهدهم والسائلين نعم للدلالة على أن هذه الأعمال من الإيمان لكن في شيء وضح هذا روى عبد الرزاق في مصنَّفه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان يا رسول الله أخبرنا عن الإيمان فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية هذا دليل تفسيري النبي فسّر الإيمان بماذا؟ بالبر فسّر الإيمان بالبر وساق هذه الأشياء الآية ساقت هذه الأشياء تدل على أن هذه من من الإيمان والإيمان أشرف وسط ولذلك في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا هذا تشريف من رب العالمين للمؤمنين قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله أن نولي وجوهنا قبل المشرق والمغرب وما يسمى استقبال القبلة اليهود قبلتهم بيت المقدس والنصارى قبلتهم والمشرق والمسلمون أين قبلتهم هذه الكعبة فلما غيرت القبلة بعض الناس أعطى هذا التغيير فوق حجمه يعني جعلها أشياء فاصلة مهمة هو صحيح مهم لكن ترى فيها أهم منه الإيمان وأركان الإيمان أهم من أنك تولي وجوهك قبل المشرق وقبل المغرب ولذلكم إن زال الأمور منعزلها والآية الثانية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتق البر الإيمان أركانه وأعماله أهم بكثير من هذه المسألة اللي هي مهمة ولكنكم حطيتوها أكبر من حجمها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لحين دائماً نسأل دائماً تجينا أسئلة من الحريم وأحياناً من الرجال بس أكثر شيء من الحريم تروح في فندق ولا شيئك مفروشة ما فيها علامة تصلي في حرمة عندنا في الرياض جالسة ثمانية تشهر في بيت جديد تصلي إلى غير القبلة تجي ترسأ المشايخ جالسة ثمانية تشهر وأنا أصلي إلى غير القبلة طيب أنت بذلت جهد قالت والله أني دورها ظنيت السدق خلاص صلاة الصحيحة صلاة الصحيحة أنا سقط عن تستقبال القبلة بحثتي واتجهتي وخلاص ربنا إن شاء الله يقبل منك بس البحث واجب البحث الآن واجب أنتم عارفون الآن عند الناس الشسمة الأجهزة هذه الحديثة تحدد القبلة لامد من الإنسان يعملها ثم إذا غلط هو معذور ولكن البر من آمن بالله الإمام بالله يشمل ثلاثة أنواع من التوحيد توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا هذه توحيد ماذا؟ الربوبية توحيد الله بأفعاله توحيد الله بأفعال العباد وما يسمى؟ توحيد الألوهية توحيد الألوهية بمعنى إن الإنسان لا يدعو إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله في السر ولا يرغب إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا الله هذه عمال العبد هذه وش نسميها؟ توحيد الله بأفعال العباد طيب الثالث توحيد الله بأسمائه وصفاته نؤمن بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العليا لا يشابه فيها أحد مرة هو واحد هو واحد في سمعه في بصره في قيوميته في عزته في حكمته وهي ما يشبه في أحد حتى لو أن في عزيز عزيز وقالت امرأة العزيز لكن عزة دون عزة لا تشبه العزة التي نثبتها لله تعالى هذا الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر يبدأ من الموت لأن من مات قامت قيامته خرج من الدنيا ودخل وين فيه في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لما وقف على القبر ماذا قال؟ قال هذا أول منازل الآخرة الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بعذاب القبر يقتضي الإيمان بالبعث يقتضي الإيمان بالحشر يقتضي الإيمان بالحوض يقتضي الإيمان بالصراط يقتضي الإيمان بالميزان يقتضي الإيمان بالجنة والنار وما ذكر فيهما كل هذا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالغيب نؤمن به إيماناً جازياً ولم نرى ما نرى لكن سنراه لكن سنراه الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بعذاب القبر الإيمان بعذاب القبر موجود وين فيه؟ موجود في البرزق لكن أيضاً يشهر في القرآن والسنة قال الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها قدوًا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وأيضاً ثبت في السنة أن النبي مر بقبرين فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في شبيل إلا غير من الأحاديث طيب يجينا واحد من عيالنا يقول يا أخي أنا أنا ذا جالس عند القبر ما شفت النار اللي أنتوا تقولون وين النار؟ أنا حفرت قبر بوي بعد ثلاثة أيام وشفت بوي في قبره نقول يا أخي أمور الآخرة غير أمور الدنيا والله تعالى يلقو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ونريد أن نضرب مثال رجل وزوجته على فراش واحد بينهم أقل من متر المرأة حالمها بأنها في قصر عندها خدم وجاين بلها فواكه وحلويات وتأكل مبسوطة مرة حلم زوجها مسكين حال من أنه ماسك المرور وقال لله عليك خرامة ثلاثة تلاف ريال وانت قاطعنا الإشارة فتجدهم مسكين ناشف حلقة مرة يستيقظ تعبان ها الحمد لله شوف صحيح الحمد لله ما حصل شيء تقول لزوجته حرم عليك والله أني في حلمي زين كان خليتني أنا مرتاحة ويش حلم اسجالة حلمي مبسوطة أنا في قصر وعندي شقالات وعندي فواكه وعندي دنيا فهل الرجل الآن شعر بنعيم زوجته؟ هل هي شعرت بعذابه؟ لا أحد يدل عن أحد لا أحد يدل عن أحد يوم من الأيام دليل ثاني سقط أحد الصغيرين في مسبح فيه كهرباء وصار يخفض يرفع أخوه واش يقول؟ يقول أخوه يرجص في المسبح يرجص ما يدل أن أخوه يموت إنه كهرب يقطع الجلبة ليه؟ لأنه ما يشوف ما يشوف العذاب الكهرباء ما شافها يا إخواني هذه من الآيات رب العالمين يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اليوم الآخر فيه البعث بعد عذاب القبر يجي البعث كيف يبعث الناس؟ الله خلق جميع الأشياء الحية من نباتات وحيوانات خلقها تبذر فيها بذرة ولذلك النبات الآن ما يموت لين يابس ويظهر منه بذر في الأرض يطيح لأن الله لا يريد لهذه الكائنات أن تنقطع فابن آدم فيه بذرة صغيرة صغيرة جدا وش اسم البذرة ذي؟ العصعص عجب الذنب عجب الذنب هذا بذرة البذرة ذي تبقى في الأرض ما تفنى أبدا مرة لو أخذونا من الحرام في توبيس خمسين واحد وطلعوا أنا في الشميسي على طريق جدة وقالوا يلا كل واحد يجمع له نصف كيلو بذر نستطيع ولا ما نستطيع؟ ما نستطيع البذر صغار جداً ما نشوفه لكن إذا جاء المطر ويش يسوي ذا البذر؟ كله ينبت فالعصعص هذا موجود في الأرض له مطر خاص مثل ما الآن النباتات لها مطر خاص تعرفون الآن مطر الشتاء ينبت به نبات غير اللي ينبت في الصيف ولا لا غير اللي ينبت في الوسمي ولذلك عندنا في نجد الآن يحبون مطر الوسمي جداً ليه؟ لأنه ينبت في الفطر الفقع فهمتم؟ لكن لو في الصيف ما ينبت فهذا النبات الحصعص إذا أراد الله لهم أن ينبت أنزل مطر مثل مني الرجال إلى قحة ثم ينبت الناس من قبورهم ينبتون فإذا اجتمل الجسم نفخ إسرافه الفصور فإذا نفخ إسرافه الفصور الأرواح كل روح تخرج تروح الجسدها كان معها ليزر تدلة مرة فإذا دخلت الروح في الجسد قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فماذا يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وهذا الذي يقول مرقدنا الأبدان أما الأرواح فيه حية ما تموت أبداً ثم ينطلقون من قبورهم إلى المحشر ويأتينا في المحشر إعطاء الإنسان كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره كان بعض الناس قديماً يتصورون يقولون كتاب أوه بتجي ترالة مليان أعمال في الكتاب للحين قرص صغير يخزن فيه أعمال الناس كلهم قرص ورب العالمين قدرة تفوق قدرة البشر ثم الميزان الميزان تعرفون الآن أصبح لكل شيء ميزان الضغط له ميزان وهو الكفرات لها ميزان والطقس له ميزان والأحجام هذه كلها لها ميزان رب العالمين عنده ميزان يزن ماذا؟ يزن الأعمال وهذا الميزان مربوط بالقلب لأن القلب هو الذي فيه الإخلاص زيادة العمل قال الله نقصانة كما أن العذاب في النار مربوط في القلب قال الله تعالى ويلٌ لكل همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة كاملو التي تطلع على الأفيدة مربوط العذاب سواد القلب ونضابته إنها عليهم موصدة في عمد ممدده ولذا الورد في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وش ينظر إليه ولكن ينظر إلى قلوبكم قلب هذا والملائكة الملائكة خلقٌ خلقهم الله تعالى من نور وهم يدبرون الأوامر على ما أراد الله مثل ما قال الله فالمدبرات أمر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خلقٌ عجيب أولي أجنحة مذنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء جبريل كم عنده من جناح ها ستمائة جناح البحر الميت تعرفونه البحر الميت تعرفونه أين هو في الوردن هذا البحر كان قرى قوم لوط جبريل شالح على جناح واحد ورفع حتى السماء ثم قلبه فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين منه جناح واحد وعنده كم ستمائة جناح الملائكة يقومون بأعمال كثيرة جداً من ضمن أعمالهم اللي مع الإنسان وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين ومن ضمن أعمالهم لهم معقباتهم من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر إلا ومن ضمن الأعمال اللي مع الإنسان أنهم يكتبون للأجنة عمره وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ومنهم الموكلون بالسحاب ومنهم بالرعد والبارق والمراضي ومنهم الموكلون بالموت توفته رسلنا وهم لا يفرِّطون إلى غير ذلك من الأعمال التي رب العالمين كلَّفهم بها والكتاب الكتب أنزل الله تعالى كتباً على أنبياءه قيل إن عدد الكتب مئة وأربعة كتب لكن أحياناً الكتاب يبلغه مئات الأنبياء مثل التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هان المشهور من الكتب التوراة والإنجيل والزبور الداود وهذه موجودة الآن كلها موجودة التوراة موجودة الآن يسمونها ماذا؟ ها؟ العهد القديم الإنجيل ماذا يسمونه؟ العهد الجديد الزبور ماذا يسمونه؟ مزامير داود والقرآن تعرفونه وفي الصحف إبراهيم وموسى وبقية الكتب لا نعلم بها لكننا نؤمن بها إيماناً مجملاً لا نفرِّق بين كلٌّ آمن بالله وملائشته وكتبه ورسله لا نفرِّق بين أحدٍ من رسل والنبيين الأنبياء قيل إن عددهم كم؟ كم؟ ها؟ مئة ألف وأربعة وعشرين ألف مئة ألف وأربعة وعشرين ألف بعضكم يقولوا كثير لكن تأملوا قول الله ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً والرسل عددهم ثلاثمائة وخمسين ثلاثمائة وخمسة عشر ويقول الله وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرُ وَيَقُونَ اللَّهُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ نعم هذا الرسل والأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص والذين قصوا حدود خمسة عشرين والبقية لم يقص علينا أخبارهم وآت المال على حبه ذوي القربة المال كلي يحبه ولذلك الصلاة كثير من الناس يصلون لكن إذا جاءت الزكاة واحد من الناس هي نكتة لكنها صحيحة يقول كنت أول أمري فقير فكنت أقول ما فيه الأم من هؤلاء الأغنياء يعطيهم الله فلوس واثنين ونصف المئة يبخلهم بها والله هؤلاء له أم يقول لهم يقول ابتلاني الله بالفلوس يقول يوم عودت يوم جاء عندي مئة مليون جاء المحاسب قال يا عمي الزكاة مليونين ونصف مليونين ونصف يقول قال لي في رجب يقول إن شاء الله طيب طيب إذا جاء رمضان نخرجها يقول يوم جاء رمضان قلت طيب لين عشر رمضان يوم جاء عشر رمضان قال لي لا عشرين يوم جاء يوم ستة وعشرين ليلة سب وعشرين يقول كأني أفقت قلت تحين ربي ينعم الله عليه وعطاني والله ما أنام الليلة ذي لأني مطلعها قلت تحين مليونين وخمسمائة ورح أضرب الباب على أخوي يقول لها راح للظهر طالع من الدواب راح للظهر وش فيك عسى ماشر ما فينيش أنا عندي زكاة وزد لي شهرين ونصف عجز تطلعها خذها الله يجزك خير فكني منها طلعها طلعها ترى الزكاة يا إخواني ما يؤديها إلا المؤمن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان برهان دليل على قوة الإيمان كثير من الناس الآن يقول والله لو عندي راتب عشر تلاف كل شهر أعطمي أمي الله لعطيها الف شوية اللي راتب هو واصل عشر تلاف أمي ما يكفيس خمسمية إن شاء الله بأبركة راحة المواعيد ها؟ فلابد يا إخواني نعرف وآت المال على حبه حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين أفضل الإنفاق على ذوي القربة إن كانوا واجب مثل الأولاد والوالدين هذا واجب عند الحاجة ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بعض الناس الآن إذا تزوجت بنته يقول خلاص أغناها الله قد يكون عند البنت زوج بخيل ما تطلع منها المئة ريال اللي أمناخ سنعانها يا أخي لا تخليها اعتبرها عندك ما تزوجها تنفق عليها خلها مسكينة ما تشعر والله يا إخواني ما في أحد ينفق لله إلا ويعوضها الله خير منه مرة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير رازقين واحد عندنا في الرياض من زوج بناته وحده منهن عند واحد ماليته ضعيفة وأيضا يده ضعيفة يقول أشوفها إذا جتني في نهاية الأسبوع أخواتها جيبت حلاوة والبزران والعابذي وذي تجي مسكينة يعني قال سبحان الله الله فتح لي باب قمت أرتب الأهرات بشهري وخليها لجت لنها مع قواتها اللي يجيبون تجيبوه إذا ججطته ولا شيء في استراعه ولا شيء تحط ولا شيء يقول والله طاب خاطرها وزانت كانت عندها شوي بعض العقب زانت أمورها وأنا اخلف الله علي الله فتح لي رزق قال أنا مؤمن بحديث ذاتره الإمام النووي في في رياض الصالحين ما هو الحديث ذا لا أقوى منه ها هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم قال سبحان الله العظيم رب العالمين فتح عليك وصيرت وصيرت أجبر خاطرها البنية اللي عند زوج أمورها محدودة ووجدت أذر ذلك في فتح الرزق علي قال آمنت بأن هذا الحديث وقع لي شفت في الواقع هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل اليتامة والمساكين تعربونهم ابن السبيل منه ها الضيف من السبيل هو الضيف وكان الناس قديما الضيوف ما فيه مطاعم ولا فيه فنادق ولا شيء مفروش يجي المسكين ويجلس في القرية في المسجد ينتظر من يقول له تفضل فهمتم هذا ابن السبيل ومن هو أشده المنقطع الذي انقطع خلاص ما عاد مع الشي فيعطى ما يوصله إلى إلى أهل ولو كان غنية وابن السبيل والسائلين الذين يسألون وأنت لا تعرف حالهم تعطيهم ولو قليلا تعطيهم ولو قليلا لكن إنسان إذا صار عنده الزكاة ويبي يعطيه كثير يجب أن يبحث لأن السائلين الآن علم بأن كثيرا منهم عنده كذب وأنهم يجمعون لكن ما تستطيع تحكم عليهم كله وفي الرقاب المكاتبين كان قديما العبد العبد يشتري نفسه من سيده يقول بعني نفسي خمس سنوات سدد لك كل شهر ألف درهم يبيع على نفسي سمم مكاتبة هذه موجودة في القرآن من يلكرها والذين يبتغون كتابا مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة يعني والذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الخصال الجميلة هذه كلها ما شاء الله من خصال الإيمان والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس شدة المعارك أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الإيمان صدق الإيمان صدق اعتقادي وللجالك هذه العلمات كلها والشعب كلها دليل الصدق ثم قال الإمام البخاري قد أفلح المؤمنون منهم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغ ومعرضون والذين هم للزكاة إلى آخر هذه الصلاة هذه صفات من ها صفات المؤمنين وهذه أمور الإيمان مثل ما قال الإمام البخاري باب أمور الإيمان ثم أتى البخاري رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان شعب الإيمان معناها خصال الإيمان واللي أخذنا الآن راحة هذه من خصال الإيمان الصلاة والزكاة والوفاء بالعهد والإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه كلها من خصال الإيمان فالإيمان بضع وسبعون شعبة وعند البخاري الرواية هنا بضع وستون شعبة في مسلم بضع وسبعون شعبة عند مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يوم من الأيام أمشي أنا مع واحد من الإخوان فوجدنا في الطريق حصات فوقفوا حملها بلكة وذبها وقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لماذا يوم جئت تذبها إن إذا جئنا نذب نقول بسم الله نخاف أننا نوذي أحد قلت لي لماذا تقول أنت لا إله إلا الله ما قلت مثلنا بسم الله قال نيش أنت ما تدري وانت شيخ قلت والله ما أدري أقول إلا الله قال إماطة الأذى أدنى الإيمان ولا إله إلا الله أعلى الإيمان وأنا أريد أن أجتمع لي أعلى الإيمان وأدنى الإيمان أنا والله ما انتبهت لا أنا ما انتبهت لها حتى نبهتني أنت أعلى ها قول لا إله إلا الله طيب السؤال الباقيات الصالحات من يعرفها سمي خمسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في رواية وتبارك الله ورب العالمين لكن خلينا مع الخمسة هذه هذه الخمسة سبحان الله واش أفضلها ويقول الشيخ أفضلها سبحان الله طيب اللي تونق أريف الحديث نسيته ها أعلاها بلا إله إلا الله وإن كنا نبدأ بالتسبيح اللي هو التنزيح لكن نعلم أن لا إله إلا الله أفضل الذكر وفي حديث في ذكر يوم عرفة تأكرونه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك فلا إله إلا الله أعلى مقامات الإيمان أعلى مقامات الإيمان لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد وهي التي من كانت آخر كلامه ها دخل الجنة من كانت آخر كلامه دخل الجنة طيب والحياء شعبة من الإيمان الحياء خلق يبعث على ترك القبيح وإعطاء كل ذي حق حقه هذا تعريف الحياء وهو خصلة طيبة اشتهر بها أحد العشرة المبشرين بالجنة تعرفون عثمان بن عفان مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي من الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين باب أمور الإيمان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر للعقدين قال قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان الحياة يا إخواني خلق طيب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياة يقول لا تستحي لا تستحي فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها دعا فإن الحياة لا يأتي إلا إلا بخير في لفظ الحياة وخير كله لكن الناس يغلطون في شيء ما هو أحسنت يخلطون بين الحياة والخجل فإن تم الحياة خلق يبعث على ترك القبيح والخجل خلق يبعث على ترك الحسن تقول صل بالجماعة لا اقرأ حديث في المسجد على الناس يقول أخش أستحي يقول أستحي صل بنا الجماعة وخري الشريعة يقول أستحي هذا حياة ولا خجل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الحياة ولا من الخجل استعاذ بالله من الخجل أما الحياة لا الحياة خلق طيب ولذلك علينا ماذا ألا نخلط بين بين الحياة والخجل بين الحياة والخجل نعم شعب الإيمان ألف كثير من العلماء فيها من أشهر الكتب الآن الموجودة ومتداولة منه كتابه أحسنت الإمام البيهقي الإمام البيهقي ألف كتاب شعب الإيمان وبن حبان كان عندي كتاب من أحسن الكتب بس ما أدري هل هو موجود الآن مطبوع ولا لا لترى من حجر اسمه إضاء شعب الإيمان الإمام البخاري عدها في أبواب نبَّح عليها طيب باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال حدَّثنا آدم بن أبي إياس قال حدَّثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية قال حدَّثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلم الماذا تدل عليه المسلم يعني الكمال المسلم اللي عنده كمال هو من سلم المسلمون من لسانه ويده واذلنا في اللغة ما معنى بضع الإمام بضع وسبعون ها من ذلاذة إلى تسعة نعم هو في العدد من ذلاذة إلى تسعة طيب هل وردت في القرآن لا يوسف يوسف ها اللبث في السجن بضع سنين طيب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عندنا سلماء معنى لم يتعد عليهم لا بلسانه ولا بيده طيب بس المسلمون وغير المسلمين يجوز يتعد عليهم المعاهدين والمنافقين ما يجوز الاعتداء لا يجوز لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبح المسلمين لأنهم أهم وإلا لا يجوز المسلم أن يؤذي حتى الدواب تتعرفون امرأة دخلت النار وش فيه فيه هرة لما تعدت على الهرة وحبستها فلا يجوز للمسلم أن يتعدى على نبات ولا على حيوان واحد أخذ عصفور وقطع رجبته الرسول أكبر بأنه يأتي يوم القيامة وحاجه لماذا قتل كل شيء في الكون له وظيفة لا يجوز أن يبعد عن وظيفته إلا إذا كان الله ورسوله أبعده مثل خمس فواسق يقتلن فيه في الحلوة هذا فواسق ما منهم بايدة ها؟ الفاسق فاسق وإلا بقية الحيوانات غير المؤذية ما يجوز الإنسان أن يعتدي عليها ولا على المسلمين ولا على غيرهم طيب المسلم من سلم المسلمون من لسانه كم الذنوب اللي في اللسان اللي يغتاب يسلموا الناس من لسانه اللي ينم اللي يقذب المحصنات اللي يستهزئ بالناس اللي يسخر منهم لا يسخر قومهم من قوم الذنوب اللي يكذب على الناس هذه كلها من اللسان كلها من أمراض اللسان إذا سلم المسلمون من لسانك ما غشيتهم حين بعض الناس الآن يجي يبيع يبيع المؤذي يقول أنا شاريها بعشرة والله أني شاريها بعشرة يسلم ما شارها لبسة قمسة ولا بستة هل سلم المسلمون من لسانه أو يقول هذه انتاج كذوه كذاب أو هذه فيها كذوه كذاب هذا لم يسلم المسلمون من لسانه طيب ويده بس والسرقة الباطس والسرقة وما بعد والإشارة والكتابة يكتب ويؤذي الناس وما بعد وضع اليد يجي أرض للآخر ويجي يجعد فيها كل أرض لي هذا ميب بيده كله جعد فيها لكن يسمى عند الناس ماذا وضع يد هذا أيضا من أن المسلمين لم يسلموا من من يده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه نحن نعرف المهاجر هو من خرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان هذا مهاجر رقم واحد رقم اثنين من هاجر من بلد يخشى على دينه فيه يعني بعض الآن القرى تنتشر بها المخدرات لو جلس الرجل عياله وين يروحون يسقطون في المخدرات أو في العصبية القبلية فهو يهاجر من أجل الله حفاظا على عياله من من المخدرات هذا أيضا هجرة لك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من بلد يخاف منها المعاصي على أولاده إلى بلد يأمن فيها المعاصي على نفسه وعلى أولاده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه بعض الناس الآن عند جماعته استراحة يجتمعون بها مثلا ليلة الجمعة ويحب أن يحضر ويسمع سؤال في الجماعة لكنه إذا حضر فيها غيبة وفيها بلاة والسخرية والاستهزاء فهو يهجرها ها؟ ليه؟ خوفا على دينه وأنتم تعرفون ترى فيها أيضا فرق بين المهاجر والهاجر المهاجر هو المنتقل الذي ينتقل والهاجر هو الذي يبتعد هم يجب أن ينتقل والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا أحبتي في الله أيضا من شعب الإيمان أن الإنسان يحافظ على دينه بحفظ لسانه ويده وما يتبعهما باب أي الإسلام أفضل؟ قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال قال حدثنا أبي قال قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ هذا فيها مبحث لغة الإسلام واحد وأي ما تدخل على مجموعة تقول أي الطلاب أفضل؟ أي المسلمين أحكام؟ ما تقول أي زيت؟ لكن أل هنا في الاستراء؟ فأي خصال الإسلام؟ أي شعب الإسلام أفضل؟ هذا السؤال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت إجابته قال تطعم الطعام تطعم الطعام المقصود به قراء الضيف والنفقة وإطعام الطعام من أفضل خصال البر عند المجاعة عند المجاعات الناس شم يفكرون فيه؟ ما يفكرون إلا في الأكل يبون بس الأكل فأعظم الصدقات إطعام الطعام والإطعام منه واجب في الضيافة إذا لم يجد أحد يوجب لكن الضحيم ما عاد فيه ضيافة واجبة ليه؟ نعم فيه مطاعم وفيه فنادق وفيه شجرة مفروشة وخلاص كله الآن يروح يروح يجبر نفسه لكن قديما لا يوجد شيء وفيه كفارات كفارات كلها إطعام مساكين عشرة مساكين ستين مساكين ستة مساكين هذه التي فرضها الله تعالى فيها إطعام للمساكين تطعم الطعام وتقرأ السلام تقرأ يعني تقول السلام عليكم على من عرفت ومن لم تعرف لأن في آخر الزمان يصير السلام على المعرفة إن شاء بحد يعرفهم سلم عليهم ولا ما يسلم بينما السلام يشرع على من عرفت ومن لم تعرف وترى يا إخواني ما فيه أنفع وأسهل من حسنات السلام جاء رجل إلى النبي فقال السلام عليكم قال عشر جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله ماذا قال قال النبي عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا قال النبي ثلاثون أبقلكم كلام الآن أغلبنا ما نطبقه لحين يجج عليه التلفون وأرفع السماعة ألو 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 ها لو أني قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم بحصل من حسنا ها بحصل ثلاثين حسنا وبخليه هو يحصل وصير لي أيضا مثل أجرة لأني اللي بدأت به فهمتم فهذه الآن أغلب الناس ما يفعلها أغلب الناس الآن عندهم ألو وبعضهم سم سم طال عمرك سم يا أخي بدل سم جل السلام عليكم تحصل لك حسنات والله يا إخواني الناس يفرطون في خير جدير ولا يكلف شيء أبدا ما يكلف وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف يعني لا تخص أحد بالسلام ابذل لكل من قابلته ابذل السلام والسلام ترى دعاء أنت تدعو له بالسلام والرحمة والبركة تدعو له بثلاثة أشياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب هل يسلم الإنسان على غير المسلمين إذا كان في مرحلة الدعوة يسلم عليهم الذي يدعوهم يبي بينهم بينهم علاقات يسلم عليهم ليه إبراهيم سلم على أبوه وجادله فانتعد ما تعب منه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ورد عن النبي صلى الله عليه الحديث لا تبدأ اليهود والنصار بالسلام بعض العلم يقول هذا في بني قريضة وبعضهم يقول هذا في البدء وبعضهم يقول هذا في غير مرحلة الدعوة لكن في مرحلة الدعوة يجوز والإنسان إذا كان يتحرج من السلام عليكم يبذل تحية أخرى صباح الخير مساء الخير الله يوفقك وينوي الله يوفقك وش ينوي بها إن الله يوفقه للهداية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة